الشرطة تداهم منازل ثلاث شبان مؤيدين لتنظيم داعش وإن كان الموضوع ده انتشر في الفترة الأخيرة عندنا خبر تاني بقول كتاب جديد يظهر أن الإسلام المحافظ مشكلة في المدارس النمساوية ده خاص بنا هنا وخبرنا الأخير المتعلق بالموضوع نفسه الحكومة تعتزم فرض مناهج خاصة على تعليم الأطفال في مساجد النمسا الموضوع ده بدأ ياخد حيز من التفكير على المستوى الحكومي وعلى المستوى الوزاري وملاحظ أنه في كتير من الشباب عن طريق الانترنت بيتطرفوا ويدخلوا تنظيم داعش وبيحاولوا ويمارسوا عمليات إرهابية داخل النمسا تعليق حضرتك على الانفجار اللي موجود في الفترة دي يعني مع الأسف الشديد تم اعتقال عدد من خلينا نقول يعني الأطفال إلى حد ما اليافعين يعني ما بين مادون الثامنة عشر يعني مؤيدين لداعش بصراحة يعني متى تطرفوا ما هو المنهاج الذي درسوا فبصراحة يعني الأخبار الأخرى المرتبطة في هذا السياق كتاب جديد يظرا للإسلام أو الإسلام المتشدد فعليا مشكلة في المدارس النمساوية المتشددة والمحافظ وأيضا الحكومة تعتزم فرض منهاج خاص على تعليم الأطفال في مساجد النمسا أنا أرى بصراحة أن فعلا أن فعلا ما دامت الأمور بهذه الشاكلة وما دامت وما دامت القضايا وما دام يسيس الدين بهذه الطريقة خاصة مع الحرب الدائرة الآن في فلسطين ما بين تنظيم حماس الإرهابي وإسرائيل فبالتالي بصراحة لا بد من مراقبة المناهج لا بد من مراقبة لا حل من هم قائمين حاليا على المناهج التعليمية بصراحة القضايا والأمور أكبر منهم بشكل كبير حتى يستطيعوا أن يسيطروا على هذه الفوضى التي تدور يعني أطفال تطرفوا بهذه الطريقة وتحولوا إلى قنابل وتحولوا إلى قتل غير مأجورين يعني قتل بالمجان يعني لاحظ أنت اقتل وبعد يذهب على الجنة أي جنة وأي جهنم وأي هذا يعني تخيل أنت شو القناعة هاي اللي ممكن هذا المنهاج يقتنع فيها فبصراحة عندما يقول لك كتاب جديد يظهر أن الإسلام المخافذ مشكلة في المدارس المساوية بصراحة هذا واقع لأن اليوم حتى على خطاب على مستوى المنازل اليوم لا أعتقد أنه يوجد خطاب عقلاني صحيح يوجد احتقان مما يحدث في الشرق الأوسط ولكن هذا لا يعني أن يكون أن يكون المسلم عبارة عن بصراحة عبارة عن قنبلة موقوطة جاهز للتفجير حسب مواقيد دول وأجندات سياسية معينة ما داعش قالت كده قالت دانت قاما للشهداء فلسطيني نعم مئة بالمئة فبت أي شهداء أي فلسطيني يعني اللي هم بيحكوا عليهم هم اللي بيحكوا عليهم عفوا فبالتالي سيد الكريم فبالتالي بصراحة ما دامت الأمور بهذه الطريقة والهيئة الإسلامية عاجزة والخطاب في مساجد النمسا هزيل للغاية وغير مقنع وغير مجدي وأيضا يوجد أشخاص متطرفون يشرفون على هذه المساجد بشكل أو بآخر إذن لابد من السيطرة على الموضوع بالشكل الذي تراه بصراحة الحكومة هذا حق يراد به باطل لأنه شوف أنت لاحظ هذا من نسبة للكتاب اللي كانت كانت واحد من حزب الشعب مدير لمدرسة مع الأسف أي أحد مؤدلج أي أحد مؤدلج حتى حزب الشعب حزب الحرية يعني حتى هيك تنظير يفترض أن يخرج من مستقلين وليس من مؤدلجين لا يمكن بحكم أنه موجود وظفته لغض النظر ولكن هو من حزب الشعب ولكن هو من حزب الشعب ولكن هو من حزب الشعب فبالتالي هذه أجندات حزب الشعب فلا يعني ما قيله صحيح 100% ولا يعني أنه فعليا شر 100% ولكن بيقى من حين بحوظة